بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في الدرس الخامس بتاعنا اللي هو الاسكوب مانجمينت. طبعا بالنسبة للدرس الرابع احنا هنأجله شوية اللي هو الخاص بالانتجريشن. نظرا ان كتير من الناس قالوا ان احنا عايزين نأجله وهو فعلا هيبقى افضل لانه هيديننا دفع اكتر من الحماس لان الاسكوب اسهل شوية من الانتجريشن. فخلينا نعمل كده للسكوب افضل. الشباب لو حد مسلا ما كانش زاكر الفريمورك بشكل الكويس او وقع منه او ما تبعش معنا. يركز معنا في السكوب ويخلي الفريمورك في الاخر. يعني مهم جدا ان احنا نحاول نلتزم بالجدول الزمني والخطة اللي احنا عاملينها بحيس ان هي هتدينا دفع اكبر في ان احنا نكون متماشيين مع الخطة وان هي ان احنا يعني ما نتأخرش وهتسهل لنا الموضوع ان احنا ايه ما نقعش يعني من الطريق. اي حد يعملنه شطر يأجله للاخر. خلينا ايه ماشيين مع بعض في الخطة. طيب الاسكوب مانجمنت. اه مقصود بالاسكوب النطاق يعني اي اللي انا هعمله? اي بروجيكت في الدنيا له مكونات. عبارة عن اي الحاجة اللي انا هعملها? بيسموها بالعرب نطاق الاعمال. فهو ده مقصود بالاسكوب. قبل ما ندخل في الاسكوب انا هدي بس اجزاء بسيطة قوي من الانتجريشن لان هي هتكون مهمة. في الانتجريشن في حاجة اسمها بروجيكت شارتر. بروجيكت شارتر ده وصيقة تأسيس المشروع. اول ما بيبدأوا يقولوا احنا عايزين نعمل مشروع بيبقى لسه مفيش اه مقاول ولا في استشاري بيبقى بس المالك كده عمل زي فيزابيل استاضي الاكتر من مشروع وقال خلاص انا هعمل المشروع ده. فيبدأ يحط زي وصيقة كده اسمها شارتر. يقول فيها المشروع بصورة مختصرة عبارة عن ايه? البدجت بتاعته ايه? المخاطر المحتملة القليلة. اه كل الداة اللي فيه بتبقى داتا مجملة. بنسميها هاي ليفل هاي ليفل يعني بمستوى اعلى. يعني معلومات بس مجملة لسه مش مفصلة. المحتويات اللي قدامنا موجود البيزنس كيس. احنا ليه بنعمل المشروع? هل كان فيه بيزنس نيد? فيه احتياج في السوق بشكل معين? زي ادعملنا لها زي تحليل مثلا التكاليف اصاد العائد او زي دراسة جدوى ايان كان. الهاي ليفل ريكوارمنس ايه هي المطلبات اللي هتيجي في المشروع ده? بروجيكت ستيتمنت اوف وورك. ستيتمنت يعني بيان نصي كده. بس صغير عبارة عن تلت سطور كده بيقول المشروع ده هيبقى عبارة عن ايه? او سطرين او سطر حتى. بحس ان هو هيقول احنا مسلا عايزين مستشفى خمسمائة سليل. عايزين فندق كزا غرفة. عايزين مش عارف اه او بورج عبارة عن مسطح كزا متر مسطح مسلا. او عايزين نعمل برنامج بيعمل فانكشنز معينة وهكزا. اصحاب المصلحة من الستيك هولدرز بس كتوب ليفل برضا او كهاي ليفل يعني. اه يعني مش كل اصحاب المصلحة لا اللي هم اللي لسه بينين قدامنا في الصورة اللي ابتدائية في الصورة الاولية. اه مدة المشروع وميزانيته وبرده بتبقى تقديرية. عايزين اه ميزانية فرينجي مسلا خمسة مليون. فرينجي عشرة مليون. وكزا. مدة المشروع مسلا حوالي سنة سنتين سنة ونص. بما الموضوع لسه هاي ليفل انفورميشن. اه هاي ليفل ريزكس المخاطر المتوقعة من وجهة نظر الادارة العليا. ده بنسميه تشارتر. البروجيك تشارتر او وثيقة تأسيس المشروع. مهم بالنسبة لنا اللي بعرفينها عشان في الشابتر بتاع السكوب هنبدأ نفصل بقى اكتر من المستوى بتاع الشارتر ده. فهنحتاج البروجيكت اه ان احنا نفصلها اكتر. يبقى عندنا بقى ايه التفاصيل بتاعت نطاقة الاعمال موضحة بشكل اكبر بكتير. بدل ما هيكت سطرين تلاتة لقى تبقى عشرين صفحة خمسين صفحة ميت صفحة دروينجز مع 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 الستيتمنت نفسه سبيكس ودروينج زي المشاريع الانشائية وهكذا. طيب برضو عايزين نبعارفين ان في الانتجريشة كان فيه حاجة اسمها بروجيكت مانجمنت بلان. خطة ادارة المشروع. دي خطة كبيرة متقسمة لاجزاء كتير. من ضمن الاجزاء بتاعتها اجزاء خاصة بكل فرع من فروع العلم. اللي هو السكوب والتايم والكوست. يعني من ضمن مكوناتها حاجة اسمها سكوب مانجمنت بلان. خطة ادارة النطاق. اللي هنتعرف عليها في الشابتر بتاعنا ده النهاردة. وتايم مانجمنت بلان وكوست مانجمنت بلان وهكذا. ومن ضمن مكوناتها الجزء التالت او النقطة التالتة. البيزلاين ده عبارة عن تلات حاجات مدمجين في بعض. السكوب والتايم والكوست. خطة ادارة النقطة المتطلبات. اللي هو المتطلبات. الاثنين دول اللي هو السكوب منجمنت بلان وتايم احتاجهم في الشابتر بتاعنا. عشان كده انا حبيت بس ان احنا ناخد فكرة عن الشابتر وحكذا برضه في الشابتر اللي جاية مهبأ في التيم هنحتاج التيم وحكذا. فحبيت بس سأقول لكم ان في خطة كبيرة اسمها project management plan من ضمن اجزاءها اجزاء خاصة بكل فرع من فروع العلم. طيب ده الشابتر بتاعنا المكونات بتاعته plan scope management collect requirements define scope create wps validate scope control scope كل واحدة من دول عبارة عن process. ال PMI لما عمل pin book guide عملوا على شكل processes عمليات كل process منها مكونة من input output وتولز وتكنيكس يعني بدخل حاجة معينة وبعمل عليها tools وتكنيكس تقنيات اطبق التقنيات معينة وبعد كده يطلع علي مخرجات outputs سريعا نبدأ في اول واحدة اللي هي plan scope management ال inputs اللي عندي project management plan محتاج يكون عندي خطة ادارة المشروع محتاج يكون عندي project charter وسيق التأسيس المشروع الاتنين اللي تكلمنا عنهم من شوية ومحتاج يكون عندي ال EEF enterprise environmental factors اللي كنا تكلمنا عنها في الشابتر الاول وقلنا دي عبارة عن عوامل بيئية مؤسرة في المشروع بس من خارج المشروع وorganizational process assets قلنا دي اصول العملية التنظيمية اللي هي موجودة جوه الشركة tools and techniques اللي اتنين اللي عندنا هنا هو ال expert judgment حكم الخبراء يعني خبرة الناس لان لسه طبعا انا بعمل plan ما بعملش حاجة جامدة اوي فمش محتاج tools جامدة قدام شوية هنلاقي tools بتكتر يمكن في ال process اللي جاي على طول فهنا محتاج بس tools expert judgment حكم الخبراء و meetings ان انا ابدأ اعمل اجتماعات هما دول tools اللي عندنا ال output اللي طالع من ال process دي هو scope management plan يعني في نهاية ال process دي هيكون عندي حاجة اسمها خطة ادارة النطاق اي خطة معناها how to manage ازاي ان انا هدير مش موجود جواها ال scope لا موجود جواها ازاي هدير ال scope و requirement management plan ازاي هدير المتطلبات مش معناها ان ايه هي المتطلبات لا معناها كيف سيتم ادارة المتطلبات دي اي خطة لان في كل knowledge area اللي جاية هنلاقي حاجة اسمها management plan خاصة بان انا ازاي هدير كيف سيتم ادارة هذا الفرع من فروع العلم وهلاقيها في بداية كل شابتر عبارة عن plan من من ال plans او جزء من project management plan الكلية يبقى اتفقنا ان اي process الكتاب متقسم عبارة عن processes زي كده كل process بالشكل ده ليها inputs وليها tools و techniques وليها outputs هنبدأ نعدي عليهم الحاجة اللي احنا واخدناها قبل كده project management plan و charter هتبقى في ال integration enterprise environmental factors or organization process assets الاثنين دول كانوا في ال framework والحاجات اللي احنا هنبقى واخدناها قبل كده مش هنعدي عليها تاني يعني اللي هيتكرر معنا مش هنعدي عليه تاني هنبدأ على طول في الحاجة الجديدة طيب ندخل هنا على terminology بس يفرق ما بين حاجة اسمها product scope و project scope scope بينقسم لحاجتين النطاق بينقسم لحاجتين نطاق المنتج نفسه اللي انا هعمله انطاق المشروع يعني ايه يعني مثلا لو انا هعمل فندق الفندق ده عبارة عن product لو انا هعمل برنامج البرنامج ده product طيب هو انا بقى مش مش هو ده بس اللي عندي النطاق لا انا في عندي نطاق المشروع كمان عشان اوصل لان انا يبقى عندي البرنامج انا هعمل ايه انا محتاج اعمل project management plan محتاج اعمل مسلا drawings محتاج اعمل fruit chart بشكل معين محتاج اعمل check list محتاج اعمل efforts جهود معينة تب الجهود دي عبارة عن ايه عبارة عن المشروع اه يبقى المشروع هو كمان لو سكوب يبقى لما نتكلم على كلمة سكوب نقصد بيها product scope وال project scope النطاق بتاع المنتج اللي هيطلع والنطاق بتاع المشروع الجاري بالفعل اللي احنا هنعمله عشان نوصل للمنتج خطة ادارة النطاق واتفقنا ان اي خطة ازاي انا هعمل كزا ازاي هدير كزا طيب component of project management plan قلنا ان هي جزء من الخطة الكبيرة اللي اسمها project management plan ده احد اجزاقها how scope will be defined ازاي ان انا هعرف ال scope scope عشان اعرفه انا محتاج طريقة معينة على حسب المشروع في مشروع هاعرفه باننا هعمل drawings مخططات او رسومات وهعمل specification مواصفات في مشروع تاني هيبقى عبارة عن بيان بس نصي ان احنا عايزين نعمل برنامج بيعمل واحد نين تلاتة اربعة بيعمل functions دي ممكن يبقى معاه شوية رسومات كده لاشكال مثلا الشاشات اللي هتظهر عبارة عن ايه فعلى حسب المشروع فبالتالي لازم اكتب في خطة ادارة النطاق انا هعرف النطاق ازاي وازاي هعمل له validation و control ازاي هعمل له validation يعني اتأكد في نهاية المشروع ان النطاق ده تم تنفيذه ازاي هتبقى عملية test or commissioning مثلا او validation ان الحاجة اتنفزت and how to be controlled او ازاي هعمل له control ال control بيبقى اثناء فترة المشروع ان انا بتأكد ان النطاق شغل في المسار بتاعه مش بيحيد عنه ان احنا شغالين مظبوط لكن ال validation بيبقى في النهاية بعد ما خلصت خلاص المشروع او مرحلة من مراحل المشروع ببدأ اتأكد ان النطاق بيتم بشكل صحيح او النطاق تم على الوجه الامثل يعني لكن ال control اثناء سير العمل يوم بيوم على طول عمال بعمل control انا ماشي صح ولا حد وابدأ ان انا اشارك scope management plan includes processes for prepare scope statement يعني من ضمن العمليات بتاعتها ان انا بقول scope statement عبارة عن بيان نصي وهناخد عبارة من العملية من العمليات اللي جايه في الشابتر معنا دلوقتي prepare scope statement ان انا اعد بيان نصي بالscope سواء كان في اذا قلنا 20 ورقة 50 ورقة زي ما هيكون في شكل checklist مثلا في شكل drawings ايا كان creation and approval of wps work breakdown structure وهناخد الهيكل ده بالتفصيل كعملية من العمليات فبالتالي من ضمن اجزاء scope management plan ان انا هعمل ازاي هعمل wps وازاي هعمل approval من الناس عليه obtaining acceptance of completed deliverables ازاي ان انا هحصل على الموافقة النهائية على المخرجات بتاعت المشروع دي كده خطة ادارة النطاق يبقى ببساطة بوصف فيها ازاي انا هدير النطاق requirements management plan عبارة عن المتطلبات عشان مشروع يحصل لازم بيبقى له متطلبات المتطلبات دي مين اللي بيحطها بيحطها المالك اللي قال انا عايز مشروع وبيعاونوا في كده الناس المستفيدين اللي هيستخدموا المشروع لان مثلا وزارة من الوزارات بتقول انا عايز اعمل مدرسة طيب ما ولازم ناس تقول لها من ضمن المستفيدين يعني احنا عايزين في المدرسة دي شكلها هيبقى عامل ازاي مثلا مدير قطاع المدارس مثلا او مدير قطاع الابنية التعلمية او ايا كان يقول لها احنا عايزين في المدرسة دي كزا فصل وعايزين اه مثلا قاعات بالشكل المعين وعايزين ملعب بالشكل المعين وعايزين اه اماكن للمدارسين اللي يعودوا فيها وعايزين مكاتب ادارية للصطفل اداري وهكزا فمين اللي هيحط دي دي هكون لها عبارة عن متطلبات الجهات المستفيدة في الغالب هي اللي بتعاون المالك نفسه في انه يحط المتطلبات دي هي برضو مكون من مكونات خطة ادارة المشروع بقول فيها ازاي يعني مش هي المتطلبات نفسها هي عبارة عن كيفة ازاي 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 هدير المتطلبات دي لما اسمع كلام من الناس هاعد معاهم بقى الجهات المستفيدة كلها واعد اسألهم انتو عايزين دات عبارة عن ايه وابدأ احل الكلام اللي بيقولوه في شكل علمي لانه هو ممكن يقول كلمة انا عايز مسلا قاعة كبيرة اوي طب كبيرة اوي دي معناها ايه نوعد بقى نحلل معاه يعني عايز مسلا انتسع كام واحد طب شكلها ايه طب ارتفاع السقف ايه وابدأ انا بقى ايه يعني اتخيل الشكل وحط له رسم وهكزا او مسلا لو برنامج بنعمله للبيرول للرواتب هو هيقول للريكواربنت اننا عايز ان كل واحد من الموظفين يجيلو سالري سلاب كده يعني ورقة او قصصة من الايميل يعني بيتبعت له على الايميل بتاعه بيقولو مفردات الراتب بتاعك ايه فكبرو جرامر هيقعد بقى ان هو يقول طيب احنا محتاجين يبقى عندنا داتا بيز بالشكل الفلاني خاصة بالايميلات وخاصة بالناس وكيفية العمل البروسس نفسها ازاي الايميل زا تتبعت فهو الجهة المستفيدة بيقول الريكواربنت بشكل بسيط لكن الراجل المهندس اللي هيقعد بقى ينفذ المشروع هينفذ المشروع ده بشكل تقني فهو لازم يبقى ينقل الكلام بتاعه دوت ويحلله ويعمله دوكومنتيشن ويمنجه ان هو بيتنفذ ولا لا البروسس اللي بعد كده هي collect requirements ان انا اجمع المعلومات مقصود بيها ان انا اقعد مع الجماعة بتوع الستيكولدرز الناس اللي قريبين من المالك او الجهات المستفيدة وابدأ اعرف منهم انتو متطلباتكم ايه في المشروع طبعا انا بتكلم دايما كأن انا المدير المشروع من قبل المالك انا اللي هعمله الموضوع طيب اه زي ما قلنا كل بروسس فيها input tools techniques outputs وهكذا ده نفس الـ structure اللي هنمش عليه لكل بروسس بدل ما نقعد نتكلم على الـ items اللي موجودة خلينا ندخل سريعا في المكونات الـ requirements سنتعريف لها الـ stakeholders needs from project او الـ product الـ stakeholders عايزين ايه ببساطة كده انا في الجزء بتاع الـ requirements ده محتاجة سجل كل المتطلبات اللي وصلتني سواء بقى من الناس من الـ وثائق من اي حاجة من الملاحظة من ايا كان او ان انا عملت لها كريات في الـ project عشان الـ requirements دي تبقى قدامي واقدر ان انا اتابعها فهو هنا بيقول لي requirements can be classified as following ممكن انا اصنفها كمان اقول الـ requirements ده كان high level needs من ضمن الاحتياجات اللي كانت مثلا تذكرت في الـ charter المستفدين قالوا لي مثلا احنا عايزين في المدرسة دي يبقى فيه قاعة كذا كذا عشان نبقى نعمل فيها مثلا الحفلات المؤتمرات الكلام ده كله فده requirement جاي من الـ stakeholders ممكن يبقى solution يبقى انا نتيجة ان انا بترجم الكلام اللي قالوه المجمل لموضوع مفصل فعملت solution بشكل معين والـ solution ده بقى متطلب من متطلبات المشروع ممكن يبقى functional او non-functional يعني بيخدم على المشروع زي product features الخصائص بتاعت المشروع نفسها ويه الـ characteristics بتاعته او non-functional انا ضفت المتطلب ده بس هو مش functional مش ضمن الوظائر بتاعت المشروع بس ضفته عشان اقوي المشروع عشان يبقى فيه reliability اعضر ان انا يعني فيه اعتماد عليه وسيكيوريتي امان performance safety وهكذا او متطلب ضفته عشان انقلهم من مرحلة لمرحلة زي موضوع التدريب انا عملت لهم برنامج مشروع ان انا عمل لهم برنامج بس مش هيضروا يستخدموا البرنامج قبل ما ادربهم يبقى من ضمن متطلبات المشروع ان انا عمل لهم تدريب training عشان انقلهم من مرحلة ان هم ما كانوش عارفين يستخدموا المشروع لمرحلة ان هم ما قادرين يستخدموا البرنامج اللي هو منتج المشروع او project requirements متطلبات المشروع زي duration cost وهكذا او quality requirements ان انا من ضمن ال requirements ان انا عايزوا ان هو يلتزم بمعايير معينة standard معين British standard American standard ان هو المنتج يبقى ul listed وكذا يعني اي standard او quality requirement معينة فبالتالي انا بكتب requirement يفضل ان انا اصنفها هي جت منين عشان ابقى عارف ال requirement ده نابع منين طيب التولز والتكنيكس انا بحط جنبها حرف tt اللي هو tools and technique يعني ال input هتبقى قبلها حرف i او output قبلها حرف o طيب ناخد التكنيكس التكنيكس اللي الاولاني المقابلات الشخصية ان انا اعود مع الناس اللي هو من ضمن الاستيكهولدر اعودوا ايه متطلباتك discover information from stakeholder by talking to them directly can be formal or informal one to one one to many many to many اشكال كتير من الانترفيوهات ممكن احنا نقعد وناخد فيها كلام الفوكس group المجموعات التخصصية انا بحاول ان انا اجمع الناس الاكسبرت في المجال المعين انا اجمع الانترفيوهات مجمع الاجمع الانترفيوهات موديلراتو جيد وانترفيوهات موديلراتو بيدير اللقاء دوت بس يعني الموضوع كله متعلق بيننا بجيب الناس المتخصصة في المجال ده وعمل لهم زي group كامل يعني فاصلتاتي تكنيكس بوركشوب ورش العمل المنسرة استخداريوهات مختلفة هي دي الكيوورد بتاعتنا يعني الناس عندهم رؤى مختلفة فبالتالي هيحصل تعارض ما بينهم ده هيقول أنا عايز كذا التاني يقول له لا لا دي هتأثر عليها بالشكل الفلاني فابدأ أن أنا أستنتج المشاكل من بدري هتعرف المطلبات المتعرضة يبقى هي الورش العمل المؤسرة الكيوورد بتاعتها أن الناس أفكارهم مختلفة فهتظهر الاختلافات من بدري التولز والتكنيك اللي بعد كده أسليب الإبداع الجماعي ودي عرف فيها تقريبا أربع أسليب لا حوالي خمسة خمس أسليب فهو كله توله تكنيك واحد اسمه الجزء الأولاني كلنا عارفينه عبارة عن أن أنا أقعد الناس كلها بتفكر مع بعض فواحد يقول فكرة التاني من فكرته دي يحاولي يطورها ويعمل فكرة تالتة وهكذا فكرة عما لا تتولد من فكرة دي يسموه له عصب الدهني nominal group technique الاسلوب الجماعي الاسمي النومينال المقصود به أنه مربوط بالتصويت أنه نحن بنتطلع أفكار كتير وبعد كان نصوت عليها ونعمل عملية voting ونشوف أنه فكرة هي الأفضل يعني مرتبط بالvote الاسلوب اللي بعديه Delphi technique Delphi أن أنا بعمل زي RFI request for information وابعته للناس بس anonymously يعني كل واحد مش شايف التاني والناس مش عارفها بعض بقى يبعتولي response بتاعهم وأنا أخذ response ده وعمل تنقيح له وارجع أبعت لهم تاني يعني الفكر بعد ما عملنا له تنقيح وللغاية ما نوصل ليه الإجمع until consensus اللي هو الإجمع mind mapping إن أنا بحاول أعمل خرايط الزهنية وبدأت تنتشر البرامج اللي هي زي mind map وكده بتسهلي عمل الخرايط الزهنية يعني بس أنا حابب أوضح إن الهدف من كل ده إن إحنا نولد أفكار يعني الخرايط الزهنية أنا مش بعملها عشان presentation مش عشان بس الناس تبقى شايفة لا عشان لما أجي أعمل الفرع الأولاني أكتب عليه مثلا سبب أو فكرة معينة ومن الفكرة دي أبدأ أولد أفكار فرعية وهكذا نفس الحكاية affinity diagram المخطط الصلة أنا بحاول إن أنا أرتب الأفكار بشكل مجموعات كل مجموعة أديها title كده من فوق عشان بعد كده لما أعرف التايتل أبدأ أزود في الأفكار فالترتيب والتنظيم دايما بيساعدني على على الإبداع إن أنا أطلع أفكار جديدة فعشان كده بسمى التول والتكنيك ده group creativity techniques التول والتكنيك اللي بعد كده group decision making techniques الأساليب الخاصة بأخذ القرار أو صنع القرار unanimity اللي هو الإجماع إن كل الناس تكون موافقة majority معناها الأجلبية يعني أكتر من 50% موافقين على رأي معين plurality معناها الأكثرية يعني الأكبر جزء بس مش شرط إنه يبقى 50% بيبقى أقل من 50% لكن هما أكثر حزبي يعني هوا أكثر جزء dictatorship معناها إنه واحد هو اللي بياخد القرار بنفسه questionnaire معروف طبعا إن أنا بعمل استبيان بشكل معين وبوزعه للناس والناس تملاق واخد ال data منهم الobservation إن أنا قعد أشوف كده الشخص ده هيستعمل الموضوع إزاي أو بيشتغل أساسا إزاي فأقدر إن أنا أعمل له مثلا المشروع بتاعه سواء كان مثلا تطوير بعمل برنامج والبرنامج ده تطوير لسوفت وير موجود قبل كده لبرنامج قبل كده فأعد ولحظه هو بيستخدم السوفت وير ده إزاي أو هنعمل مثلا مصنع وبحاول إن أنا أشوف الناس بتتعامل جوه المصنع أو جوه مصنع مشابه إزاي بعمل لهم observation ملاحظة الطول والتكنيك اللي بعد كده البروتوطايب بروتوطايب سفارة عن model بحاول زي مثلا المنشآت لما باجي أعمل لأحد مثلا الفيلال بعمل النموذج للفيلا موكب ليها هيبقى شكلها عامل إزاي سواء كان على الكمبيوتر مثلا كموديل أو كان النموذج حي إن أنا بشوفه قدام عناية يعني الموكب ده لشك إن هو بيخلينا ناخد الفيد باك بتاع بشكل أسرع فلما عندنا موكب مش محتاجين بقى إن إحنا نعمل كل الشغل وبعد كده نتجع ناخد الفيد باك بتاع الناس فيقول لنا معلش الشباك ده مش كويس طب غيروه في كل القوض تمام الأول أنا هعمل مثلا قوضة معينة موكب أو هعمل نموذج معين للشكل العمارة لما يخلص أو البرج لما يخلص وبعد كده الناس هتقول لي رأيها إيه طبعا لشك الموكب ممكن يبقى نموذج خارجي أو ممكن أنا أخد جزء مثلا لو بعمل فندق أخد جناح معين وأعمله وأشطابه كامل في الأول مستشفى بعمله أخلص مثلا قوضة من غرف المرضى مثلا في الأول بحيث إن هي تبقى موكب بالنسبة لي وهكذا هي فكرة الموديلينج يعني إنه بقي فيه موديل جاهز أخد عليه الانطباعات من الناس قبل ما يكون على الطبيعة بيتنفز بنشماركينج معناها القياس إن أنا بقي عندي معيار بحاول أقيس به بحيث أن أنا أوصل لأفضل ممارسات وأعمل توليد لأفكار تانية للتحسين فهي مقصود بيها القياس إن أنا بقيس حاجة بحاجة بيبقى عندي ريفرانس برجع له context diagrams عبارة عن دياجرامات أو هيكل السياق أو مخطط السياق بيبقى عبارة عن زي chart كده بيقول لي إيه المدخلات الخاصة بيه الموضوع ده وإيه المخرجات اللي خرج منه للنظام نفسه السيستم نفسه ومين اللي بيتلقى المخرجات دي يعني بيحاول أنه هو يوضح document analysis تحليل الوثائق أو المستندات من ضمن الحصول على المطلبات إن أنا أخذ أي documents موجودة في الشركة أو عند الناس وإن أنا أقرأ فيها وإن أنا أحلل المطلبات من خلال documents نفسها المصفوف التتبع على الاحتياجات أو requirements to usability matrix ده يعتبر الأوتبوت اللي موجود تاني عندنا links product requirements from their origin to the deliverable الهدف من المصفوفة دي إن أنا هرصي فيها كل المطلبات اللي جات وهبدأ عايز أتابع المتطلبات دي بعد كده هل بتتنفذ ولا لا ومش بس كده كمان هربط المتطلبات دي بالbusiness needs أنا كنت بعمل المتطلب ده ليه هل فعلا لما الستيك هولدر الفلاني قال إحنا عايزين في الجامعة اللي بنعملها عايزين قاعة مثلا تبقى طولها كذا في عرضها كذا وارتفاعها كذا وتكلفتها عالية قوي هل في business needs من الموضوع ده هل في فعلا احتياج لها في العمل ولا لا فلازم ان انا اذكر ال requirement واسأله تب ال business need بتاعها ايه واكتب الكلام ده لان هي لو مالهاش business need يبقى انا بدفع فلوس عالفاضي فما فيش داعي ان انا اعملها وبعد كده طيب خلاص اقتنعنا ان انا هعملها وحتطلع business need اقول بقى انا حطتها ازاي في ال project ايه من ضمن project objectives من ضمن اهداف المشروع بيراع عيديت هل مذكورة مذكورة بشكل ايه مكتوبة ازاي وهكذا وبعد كده ال WBS deliverable لما نعمل هيكل ليه ال breakdown او الهيكل خاص بالنطابة على المشروع هنتعرف عليه بعد شوية بيكون ال WBS عبارة عن items فايه هو ال item اللي بيواكب النقطة دي او اللي هو متماشي مع النقطة دي وهيحقق لي requirement ده وهكذا وببدأ بقى ايه على مدار المشروع بتابع هل requirement ده بيتحقق ولا لا ممكن اضيف اعمدة تانية للجدول ده واقول requirement ده status بتاعته ايه حالته هل تم تنفيذه ولا لا هل تم اخذه في الاعتبار في drawings ولا لا وهكذا بس وبكده يبقى اخدنا عملتين من ال 6 عمليات اللي موجودة في السكوب كده خلص الجزء الاول معنا ونلتقى في الفيديو القادم من السكوب الجزء التاني بإذن الله